اهلا بكم قال الرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج قال ان حكومته في حالة دفاع عن النفس وانها تتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا وذلك ردا على تقارير عن حصولها على دعم عسكري من تركيا خلال المعارك في ترابلس وقال السراج ان قوات حفتر حصلت على كم كبير من الاسلحة من دول مختلفة في خرق للحظر المفروض من مجلس الامن ما شجعها على الهجوم على العاصمة ترابلس واضف ان سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان اعطتها دفعة معنوية واصابت قوات الجانب الاخر بالتخبط واكد السراج ان الاوضاع في الميدان جيدة وان قوات الوفاق تتقدم بثبات كما اكد عدم وجود وساطات لانهاء الحرب وانما هناك بيانات ودعوات من قادة عدد من الدول بضرورة وقف القتال والعودة لمصاري التسوية السياسية وكان اامر غرفة العمليات العسكرية في حكومة الوفاق الوطني الليبي اسام جويلي قد كشف ان قاعدة الجفرة التابعة للحفتر تنطلق من الطائرات المسيرة والمقاتلة وان عددا كبيرا ممن وصفهم بالمرتزقة من قوات المعارضة السودانية يتولون حماية تلك القاعدة العسكرية بينما يتولى اجانب الاشراف على الاعمال الفنية والالكترونية وتسير طائرات دون طيار القاعدة الوطية كان يخرج منها الطيران العمودي طيران الميك والسخوي القادفة طبعا تم تدمير السخوي وتم اسقاط ميك واصابة واحدة من العمودية في قصف لقاعدة الوطية وبعضها تعرضت العمودية هذه لحادث الوطية حادث عرضي فأصبحت قاعدة الوطية حاليا خارج العمل قاعدة الجفرة الجوية هي قاعدة التحشد الرئيسية وهي التي تستخدم للطيران المقاتل وتستخدم للطيران المسير يوجد بها من يتولى لحماية وتأمين هذه القاعدة عدد كبير من المرتزقة التي هم من القوات المعارضة السودانية ومن جهات أخرى وأيضا من جهات أجنبية في جهات أجنبية عناصر من دول أجنبية موجودة بقاعدة الجفرة للأعمال الفنية والأعمال الإلكترونية لتسيير الطائرات المسيرة للتدريب على النوع معين من المدفعية فهذا موجود تستخدم أيضا لحشد القوات لتجميع هذه التشكيلات المسلحة من مختلف الأماكن وتجهيزها بالأسلحة والآليات وبالدخير لتعليق على هذا الموضوع نضم إلينا في أرستوديو أسامة كعبار الكاتب المحالي السياسي دكتور أهلا وسلام به لدينا تصريحات للسراج وتصريحات لأسامة جويلي أبدأ بالفيديو هذا لأسامة جويلي كيف ردت هذه التصريحات لأمر عمليات حكومة الوفاق حقيقة تصريحات ضعيفة تصريحات مهزوزة لم يتهم إلا قوات معارضة سودانية فقط وأشار إلى قوات أخرى بالقوات الأجنبية لم يسميها بإسمها في الوقت كلنا جميعا نعرف أن هناك قوات فرنسية إماراتية مصرية فنيين إلكترونيين وكل هذه المساعدات الخارجية موجودة ولكن أنا أستغرب أن هذا أمر غرفة العمليات وهو قائد العمليات التي يضح بأنفسهم من أجل حماية الوطن لا يسمي الأسماء بمسمياتها فهذا خطاب مهزوز خطاب ضعيف خطاب لا يمثل حقيقة التضحيات التي قدمها الشباب على الأرض فيما يخص حكومة الوفاق إلى الآن الجبهات في ليبيا هم جبهتين رئيسيتين جبهة المعارك على الميدان والجبهة السياسية الجبهة السياسية متأخرة جدا وتحدثنا هذا مرارا متكرارا أن سيد السراج وحكومة الوفاق الوطني مخترقة من اليوم الأول وتحدثنا عن هذا الأمر والسفراء التي يمثلوا ما يسمى حكومة الوفاق في الدول جميعا سفراء يميلون إلى حفتر ويعرقلون أي تقديم أي مذكرات فيما تخص حفتر حتى في محكمة العدد الدولية عرقلوا هناك سفراء في أوروبا عرقلوا ورفضوا تقديم هذه المذكرة ومن قدمها هو سفير ليبيا في إيطاليا انتقل إلى بروكسل أو لهولندا وقدم هذه المذكرة يعني هناك تخاذل كبير حقيقة المقاتلين على الأرض تعبوا من هذا التخاذل نحن نتمنى أن ترتقي الجبهة السياسية بالمستوى الذي يقدم به الشباب على الأرض أتمنى الآن من رئيس غرفة عمليات أو رئيس القوات قائد القوات التي تقاتل الآن في مواجهة المتمرد حفتر وقواته الأجنبية مع المحلية أتمنى أن يكون على نفس المستوى حقيقة أنا والله يخذني بهذا التصريح الضعيف المهزوز الحديث عن أن فيز السراج تحدث مع ماكرون في تشريع جنازة الرئيس التولسي والحديث عن أن التصريحات الفرنسية في واد وربما الحديث عن أن حتى تصريحات دول أخرى في واد وما يحدث على الأرض في واد يعني ما الذي يمكن أن أفعله السراج وهو لا يجد دعم من الدول من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة ما الذي يمكن أن أفعله يستطيع أن يفعله الكثير يستطيع أن يرفض التواصل مع فرنسا أن يرفض التواصل مع ماكرون أن يقطب كل العلاقات مع ماكرون يعني نحن في بداية هذه الهجوم حفتر على العاصمة طرابلس صرح وزير الداخلية في ليبيا أنه قطع حقيقة العلاقات والتعامل مع الحكومة الفرنسية وسارعت فرنسا إلى التواصل وسارعت إلى محاولة التأكيد على أنها ستقف تعاملها مع حفتر وستقلص تعاملها مع حفتر وكل هذه الشاذية في سبيل أن تعود العلاقات مع حكومة الوفاق يجب على السراج أن يكون بهذه القوة يجب عليها أن يدين كل الدول الخارجية هدية دكتور أسامة وقد أدان افترضنا أن حكومة الوفاق أدانت ووجهت إدانة لهذه الدول التي تدعم حفتر والتي تقول علنا أنه لا حل عسكري في ليبيا لكنها كما تفضلت أنت وقلت على الأرض لديها قوات ودعم فني ودعم لوجيستي لقوات حفتر السؤال الآن في الأزمة الليبيية الآن في ظل هذا الوضع المتشابك حفتر في الشرق وحكومة الوفاق في ترابلوس وتسيطر على الغرب والجنوب والغرب والحديث الآن ما الذي يمكن أن يحلحل هذه الأزمة وسط إصرار بعض الدول إقليميا على دعم حفتر الدول القليمية حقيقة لا تمثل الكثير من يمثل هنا هي فرنسا فرنسا هي من تعرقل خروج أي إدانة سواء كان من الأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي فرنسا عرقلت كل هذه المذكرات لماذا؟ لأن فرنسا هي المستفيدة الأول من ما يحصل في ليبيا فرنسا هي المستفيدة الأول من دعم حفتر فرنسا استثمرت الكثير في حفتر فرنسا كل مخططاتها المستقبلية في ليبيا تستند على وجود حفتر كهو الرئيس البلد أو كهو الحاكم العسكري في ليبيا لهذا السبب فرنسا لا تريد أن تتراجع كل مشاريحها في منطقة فزان وفي أفريقيا تعتمد على وجود حفتر على رأس الهرم في ليبيا وحلفاء الإقليميين من الإمارات مثلا تعتبر حليف استراتيجي لفرنسا هذا أمر ليس تحليل لما نقول لك الإمارات حليف استراتيجي هناك قاعدة عسكرية فرنسية موجودة في الإمارات فكل التعامل الآن عن طريق القواعد العسكرية سواء كانت موجودة في القرن الأفريقي أو كانت القاعدة العسكرية الجديدة التي يقوم بإنشاها في النيجر هذه كلها التي تقوم بإنشاها الإمارات هذه كلها لكي تستفيد منها فرنسا وليس الإمارات بشكل مباشر إيش تملك الإمارات هي من قوات عسكرية عشان يكون عندها أطماع تتمدد بها في أفريقيا وتتمدد بها في القرن الأفريقي الإمارات لا تملك شيء حتى قواتها هي مرتزقة ولكن الغطاء السياسي يتقدم في فرنسا للإمارات الحماية الفرنسية لدولة الإمارات سواء كانت سياسيا أو كانت أمنيا هذا هو ما يبقى الإمارات على استراتيجيتها سواء كانت في الشرق الأوسط أو كانت في أفريقيا في ثلاثين ثانية لو كنت مكان الاستراج ماذا الذي يمكن فعله؟ أولا سأقيل كل السفراء للمتخذلين سأعين سفراء يدافعون على البلد سأقوم بضجة داخل الأمم المتحدة وداخل كل المنظمة الدولية لإدانة حفتر سأقطع كل العلاقات مع الدول التي تتعامل مع حفتر وتدعم حفتر بشكل مباشر ونحن عارفينهم سواء فرنسا ومصر والإمارات روسيا أيضا تدعم بشكل غير مباشر وهناك طائرتين من يوكرين لو تم تدميرهم في قاعدة الجفرة مؤخرا تعتبر طائرات روسية تدعم في حفتر بالسلاح والعتاد والمرتزقة التي يجبون فيها من السودان الجنجويد هناك إثبتات وأدلة واضحة على وجود طائرات تأتي من يوكرين إلى السودان ومن السودان إلى قاعدة الجفرة في ليبيا يجب على الإخوان في السودان حكومة هذا مجلس متخاذل يتعامل مع مصر ومع الإمارات يجب على قوة الثورة في السودان أن تضع الضغوطات على المجلس العسكري أن يقف ويقف كل التعاملات مع الإمارات في سبيل دعم حفتر وطعن إخوانهم في ليبيا هذا أمر غير مقبول قامت الثورة في السودان نضر منها الشعب الليبي لأي شيخي نحن نضر بهذا الأمر شكرا لك دكتور أسامة كعبار المحلل السياسي أليبي شكرا على وجودك معنا شاهدين المسايا مستمرة وبعض الفاصل الملف الفلسطيني وفيه الاحتلال يستدعي والد طفل مقدسي في الرابعة من عمره للتحقيق في تهمة إلقاء نجله حجارة على سيارة شرطة إسرائيلي اشتركوا في القناة